عايز ابتدي الحقيقة عندي خبرين الاثنين اهم من بعض خبر صار وخبر سيء مش عارف ابتدي بالصار ابتدي بالصار الاول حقيقة لمسة جميلة كلنا تابعناها من مستشار توركي علي الشيخ فيما اتعلق بمؤمن ذكرية وصفروا الامريكا مؤمن كلمني مبارح في التليفون وكل شغف وكل انتظار وكل لهفة انه يسافر بقى ويعمل الجراحة ويعمل معالجة هناك وكذا وكذا في امريكا طبعا في اكبر مستشفى هناك وهي المستشفى الامريكي بنيويورك نارضا في انفراد لمساء الانوار بعرض على حضراتكم الخطاب اللي وصل من المستشفى الامريكي بنيويورك وصل هنا للموافقة وتحديد الموعد ومؤمن ذكرية وهذه الموافقة ممكن مؤمن بيشوفها معانا على الهوى دلوقتي انفراد لالقاهرة والناس وانفراد لامساء الانوار جاءت موافقة المستشفى الامريكي بنيويورك على استقبال مؤمن ذكرية ومن ثم بدء برحلة علاجه هذه المستشفى من اكبر مستشفيات العالم هذه المستشفى كان بيتعالج فيها ابو ناصر شخصيا تركيا للشيخ كان هو بيتعالج فيها قرابة الشهر وشوي وبالتالي بتنهى الان خلال هذه الساعات القليلة اجراءات التأشيرة لمؤمن لكن المستشفى خلاص وعلى فكرة المستشفيات دي عشان نبقى فاهمين كويس انت بتبعت ممكن نجيلك موافقة ان انت يستقبلوك بعد ثلاث شهور او اربع شهور لان الحجوزات عليها من كل انحاء العالم موضوع مسهل اطلاقا يعني فالحمد الله وصلت الموافقة والتحديد وهذا هو الخطاب امام حضراتكم خطاب المستشفى الامريكي بنيويورك لالموافقة على استقبال مؤمن ذكرية بعد طبعا ارسال حالته بالكامل وبالتالي ان شاء الله باذن الله بعد صدور ان شاء الله التأشيرة الخاصة به من السفارة الامريكية واعتقد خلال يوم او اتنين هتكون طلعة يتوجه باذن الله بسلامة الله الى نيويورك لبدء مرحلة العلاج ويعود ان شاء الله معافى واستطيع ان يتضرب مرة ثانية ويمارس هويته كرة القدم لسه مو من امامه سنوات ان شاء الله في مجال كرة القدم سبحان الله يعني العلاقة بين تركيا قال الشيخ والنادي الاهلي كانت مليئة بظلام الليل وغيوم الخريف والحب ثم فجأة ذكرتني بام كلسوم لما قالت وبعد الليل يجينا النور وبعد الغيم ربيع وظهور وهو من داودة ابو ناصر كتر مليون تحية للمستشار تركي وبالف سلامة يا مؤمن ان شاء الله تروح وترجع بالف سلامة